تسلم فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أوراق اعتماد سعادة السيد علي جاسم أحمد العرادي سفيرا فوق العادة مفوض لمملكة البحرين في الجزائر وذلك خلال المراسم التي جرت في قصر الشعب بحضور معالي السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وقد نقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس الجزائري وتمنياتهما لبلاده وشعبه الشقيق بدوام الأمن والتقدم والاستهار معربا عن اعتزازه بتمثيل مملكة البحرين لدى الجزائر والمساهمة في تعزيز العلاقات التاريخية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه حمل فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة السفير تحياته إلى أخيه صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء ولسعادة السفير التوفيق في مهمه الدبلوماسية بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة